عاد إلى الواجهة من جديد خطر الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة مع إلقاء القبض على شاب أمريكي في ولاية أوهايو تتهمه السلطات بمحاولة قتل موظفين حكوميين وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية وفقاً لبيان صادر من وزارة العدل القبض على كريستوفر كورنال البالغ من العمر 20 عاماً جاء بعد فتحه حساباً على تويتر باسم رحيل محروس عبيدة ونشر بيانات وأشرط فيديو ومواد أخرى دعماً لتنظيم الدولة الإسلامية داعش كما أبدى دعمه للجهاد عنيف ولهجمات عنيفة ارتكبها آخرون في أمريكا الشمالية وغيرها لكن كورنال لم يكن يعلم بأنه كان تحت ركابة مكتب التحقيقات الفدرالي FBI منذ شهر آب أغسطس الماضي أعتقد أنه كان يذهب إلى الجامع مع عناصر من ال FBI وكان يترسل معهم أعتقد أنه كان ينبغي لهم اعتقاله حينها وأنا مندهش أنهم لم يقتلوه لم أعرف باسمه الجديد إلا مؤخراً فقد اعتنق الإسلام في الفترة الأخيرة ورغم طلاع السلطات على نشاط كورنال وتعليقاته المؤيدة لجماعات متطرفة لم تعتقل إلى أن قام بشراء أسلحة وذخيرة قال لنا أحد الضباط سيأتينا شخص لشراء سلاحين وطلبوا من المضي قدماً لذا ساعدته في عملية البيع وحال مغادرته المحل جاء عدد من عملاء ال FBI واعتقلوه تشير وثائق ال FBI إلى أن خطة كورنال كانت تتضمن صنع وزرع وتفجير قنابل أمبوبية في مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس وبالقرب منه وبعد ذلك استخدام البنادق لقتل الموظفين والمسؤولين قضية كورنال لم تكن الوحيدة بشأن الإرهاب الداخلي فقد شهدت ولاية إلينوي اعتقال محمد حمزة خان الذي تتهمه السلطات بلقاء شخص على الانترنت كان يفترض أن يوصله بعناصر داعش في سوريا لكن خان دفع ببراءته من هذه التهمة أمام المحكمة أما أمه فشجبت الوسائل التي تركن إليها الجماعات المتطرفة في استدراج الشباب إلى صفوفها أو العمل لصالحها نسجب وسائل داعش المتوحشة والجماعات التي على شاكلتها ونسجب غسل الأدمير وتجنيد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول السلطات أن خان وأخته وأخاه كانوا في طريقهم إلى سوريا عن طريق تركيا عند اعتقاله هذه التطورات دفعت والدة خان لإطلاق صرخة احتجاد ضد داعش لدينا رسالة إلى داعش والبغدادي والمجندين على الانترنت اتركوا أطفالنا لحالهم على إثر هذه الأحداث أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقا تشريعيا بشأن الإرهاب للتعامل مع مكافحة الحكومة للتهديدات الداخلية والثغرات في الأنظمة الدفاعية ليبقى الإرهابيين بعيدا عن البلاد